موسيقى ركزت ميليسيا الانقلاب أثناء اجتياحها مدينة تعز على محورين أساسيين الأول السيطرة العسكرية البحتة والثاني عزل المدينة إعلاميا عن طريق السيطرة على منابر الإعلام فيها نجحت في الأول وأخفقت في الثاني لذلك قادها نجاحها إلى إفراط القوة في التعامل مع الثاني فاستطاعت هدم البنية التحتية ولم تستطع شرذمة عقول تشربت الحرية ورفضت فكرة المناطقية والسلالية اشتركوا في القناة تعد إذاعة تعز الواجهة الإعلامية الأبرز للمحافظة منذ إنشائها في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي بتوجه مشترك بين القيادة المصرية في عهد الراحل جمال عبد الناصر وقيادة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في اليمن بهدف تعزيز المد الثوري ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب والحكم الإمامي في الشمال وبالفعل استطاعت أن تعزز الولاء الوطني حتى تحققت الأهداف بشكل متكامل إذاعة تعزيز تأسست في عام 64 وكانت تمثل يعني كانت اشتغلت فترة إذاعة للقنوب والشمال يعني أيام حصر السبعين اشتغلت وكانت تبث من هنا من الحوبان وبعدين انتقلت تدريجيا إلى إدارة الأمن للمبنى القديم ثم انتقلت لهنا لثعبات إذاعة تعزيز ابتدأت بالنضال من بدايته كان مقرها أولا قبل كل شيء خطة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر على شان أن تكون موجهة للجنوب الحر الجنوب الثائر فاشتغلت مع بريطانيا إلى 67 حتى تحرر الجنوب نتيجة لضرورة تواجدها وتفردها برسالتها الإعلامية حظيت باهتمام إقليمي وعربي تجلى ذلك بوضوح من خلال المنحة الدينماركية التي رفدتها بأجهزة متطورة في سبعينيات القرن الماضي لحقتها خطوة تطويرية أكبر من هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي هي الأخرى دعمتها بتجهيزات وأدوات ومعدات جعلتها تحتل قائمة الصدارة الإعلامية دوما قاعدت هنا في دينمارك وقابت هنا أجهزة وأثثني ثم قاعدت البي بي سي ووفرت أجهزة ومنظمة تعطاء قابت هنا يعني على مولدات للحوال العروس والهنا بالنسبة للتجهيزات التي كانت موجودة في إذاعة تعز كانت مجاهزة بجميع الأجهزة السيديوهات رقمية محطة ديجيتال أثاث متكامل تغطية عالية توصل إلى حراض إلى أبيان تغطي مناطق عدة من الجمهورية اليمنية حين قدمت ميليشيا الإنقلاب إلى تعز كانت تدرك مدى الأهمية البالغة لإذاعة تعز لذا ذهبت منذ اللحظات الأولى إلى بسط سيطرتها عليها أملا في تعزيز تواجدها وتوجيه رسائلها وهنا تهيأت لها الظروف وأحكمت سيطرتها على مرافقها لكنها اصطدمت بواقع رفض من قبل العاملين في أروقتها وهنا ذهبت لقلب الطاولة رأسا على عقب في بداية 2015 دخلت الميليشية الحوثية إلى منطقة ثعبات حيث مقر مبنى إذاعة تعز أغلبية الموظفين لما شاهدوا القصف الطيران وتوجه الحوثة وفكرهم المذهبين أغلبية الموظفين قاعدوا في منازلهم القلة القليلة التي استمروا في العمل مع المتحوثين والخارجين عن الشرعية أجعوا ودخلوا الباب وقالوا في معهم تصريح من صنعة إنهم يمسكوا الإذاعة ونسيت أن صنعة كان معهم والتعز يعني الإذاعة تابعة للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في البداية كانوا يريدوا فرض سيطرتهم من زوامل أناشيد برامي أشياء تخص الحوثة والخارجين عن الشرعية لم يلبوا رغباتهم المتواجدين في الإذاعة فأغلبيتهم تركوا العمل وقعدوا في منازلهم إلا القلة القليلة مرتزقة هم شو سمعوني ذا الحين هاتو شو يتعوروا من كلمات مرتزقة ما هي منيش أنا قلت لهم لأن كان فيه إنسان أنا بقول لك فيه إنسان عزيز علي وغالي وتربيتنه بالبيت وكان هناك بالحوبان اتصل بي تلفون وقال لي ليش ما تخرجيش اللذاعة تشتغلي معنا قلت له شوف بحق الإخاذيننا أنتم اخترتهم إيران وفلوسه نحن اخترنا الوطن في فترة سيطرتهم لم يبثأ أي شيء وإنما كان الخطاب الإعلامي موجه كعدوان عدوان العدوان دمر العدوان كذا أما كزوامل كأناشد لم يبثأ أي شيء من الإذاعة هدف آخر ذهبت إليه الميليشيا الإنقلابية من خلال سيطرتها على مبنى الإذاعة ليس إعلامياً هذه المرة وإنما عسكرياً بحت فموقعها متميز ويتحكم بشكل الرئيس ببوابة منطقة ثعبات الغربية حشدت إليها أسلحتها وجعلت منها مخازن لتموين معداتها العسكرية ومعتقلاً استراتيجياً لأبناء المدينة دخلوا الحسين اللي هنا كانوا يطلعوا يضربوا منهم عند الإذاعة يطلعوا بالدبابة مغرب بقى مغرب إبت راق لا تعيذ لا تعيذ لفق المستشفى لفق الناس لفق المدينة لفق كل حاجة يترقوا قرروا يجزعوا لقاسم وطيارة ويجزعوا فإن العصب بكراء ومات لا إله إلا الله أسكر لهنا ما بعد فق الناس مرة سجنوا الأستاذ عبدالله الديفاني الدكتور عبدالله الديفاني وهنا في غرفة مطاق حمان كانوا يزقنوا يعني لقطوا المقاومين ولقطوا الناس أو المشتبه فيهم على قولتهم ويحبسهم هنا يعني كانت واكل لهم ومخبأ إلى درجة أنه كانوا برضو يسرقوا الديزال والحاجات وخبوه هنا على أساس أنه يبعوها بالسوق السوداء هو كان تدمير الإذاعة وليس لسفد من الإذاعة هم يعرفون حقم إذاعة التعز وما قدمت وذاعة التعز سواء في المقالة الإعلامي أو كانت تعتبر صرح إعلامي تخرج منها العديد من الأكاديميين من الإعلاميين العمالقة القصد هو ما تشكل وذاعة التعز من ضغط عليهم فكان القص هو تدمير إذاعة التعز أكرم عبدالغني رمي لديك قرثة كان يجيس هناك يقيل والله أنني آمن بأمن والله ينجم معه وأصحابه وأنه يرمي للتاقة للتاقة كيف توقع ده المكسرات وكبتك وما ديك قرثة بعدها تقول شخراك أكلم ألوك كيف توقع ده الرقل مخدير الرقل مخشيش لا أنا شخراك الرقل صريقه يرمي لأر ردت لأر ردت سأخرج يتكلم عنه إرسلسي يا نزلنا ونزله كان يصلاع إلا يرمين يا قسل بعد الضغر واصحابه هناك مقدزينين عنداني الإذاعة ويرمي لهنا 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 أغلبية الموجودين أو المجاورين للمبنى الإذاعة تم تهجيرهم من قبل الحوثي قد يكون القصد من التهجير هو التمركز فوق المباني لقنص أفراد الجيش أو لزرع بوات أو غيره شهران فقط هما المدة الفعلية التي بقيت فيها الإذاعة سليمة وبعدها أوعزت لعناصرها لنهب محتوياتها ونقلها من المكان لتحولها على إثر ذلك إلى ساحة مواجهات لا سيما بعد أن تنامى حدة الرفض الشعبي لتواجدها وهزائمها المتلاحقة في المواقع الأمامية في كل من جبل صبر ومنطقة المجلية والدمغة غربا وعندما أجبرت على الخروج منها بعد معارك شرسة لجأت للعبث بما تبقى من محتوياتها وباشرت بتفخيخ مبانيها وتفجيرها بشكل كلي استمر البث الإذاعي إلى شهر خمسة 2015 بعد ما تم قصف محطة العروس ومحطة الحوبان في شهر ستة أو شهر سبعة من 2015 توقف البث الإذاعي من محافظة تعز بعدها تم نقل الإذاعة وتم تفعيلها من منطقة الحوبان أو منطقة إب فقخوا الإذاعة وفقروها وإذا كانت في البداية الإذاعة عادة سليم مع سرق بعض النهب بعض الحاجات الخفيفة يعني كاميرات ومكسرات وحاجات بنية تحتية من مباني جهزة هوائي خاص بل إرسال التلفزوني أثاث الإذاعة أتلف ودمر تماما محطتان محطة في قبل العروس انتهت تماما كانت بقوة خمسة كيلو تغطي إلى محافظة أبيان وتغطي إلى منطقة حراض أيضا البث تلفزوني المحطة الأرضية كانت متواجدة في قبل العروس معانا محطتان في منطقة الحوبان محطة متوسطة ومحطة إف أم مبنى متكامل بمولدات ومحطة إذاعية انتهت تماما للمشكلة الرئيل إلى درجة أنه كانوا يخلوها الحوثيين درج يخرجوا من الطاقة ويعمل المسجر الرئيل ويدعس فوقه ويمشي موسيقى خطوة أخرى أقدمت عليها بعد تراجعها إلى المواقع الشرقية تمثلت بتبني عملية قصف عشوائي بمختلف أنواع الأسلحة قضى على البقية الباقية منها بل طال خطر تلك العمليات منازل السكان المجاورين لها وألحقت الضرر بمبانيهم وممتلكاتهم ولا زالت آثارها حاضرة حتى اللحظة ناهيك عن عمليات القنص المنظمة التي طالت الأبرياء في المنازل والطرقات على امتداد المكان كانوا يقنصوا من تبات السلال ومن سفتل قنص لهنا وكان من واحد كان يجزع من هنا محد كان يقرأ يعني يجزع أي واحد كان يجزع يقنصوا كان قنص مو قنص لهم المنطف من كل بيوت تتركزوا باب البيت حقه بنهاء هان الدين حق عبد المحمد حسن هذه كمدمر كله قنص لهنا مو قنص من خل كان فقلم فيهم المنطف من يقرأس النقد ولا يقرأس كل مطبخ حتى بدروا مقعبوا رصاص قبائف كل حاجة واقع حسوائي ثان حسوائي يعرفوا لا نساء ولا مشيشة ماذا دل لنسان يمددش اللهم ماذا ديش يقنصوا من يجيسوا بربا الله صبهم كلهم الله لا رحمهم لا دنيا ولا آخرة ولا سمحهم لا دنيا ولا آخرة الله ما اقلوا واحد هنا في البلاد قزار عدب بقنصوا هنا كماتوا قبيثة لما في القامع طاردوا وشهم حمير وهم يناقلوا حمير بعد عامين اندحرت الميليشيا من الحدود الشرقية المتآخمة لإذاعة تعز وفقد القناصون مواقع سيطرتهم عاد الناس الى منازلهم وهناك بدت امامهم مشاهد الدمار وكل ممتلكاتهم اصبحت اما منهوبة او منعدمة اقلوا لك لا زغيرة ولا كبيرة ولا فروشات ولا كنافل ولا وعاة اما اليوانا عادت حق لمعاكس معانا عادت الكباتات تدمر مع كباتات ابا بصدر قنتم اهلهمش استلاقتها ابو تقلش كان هناك استلاقت كان هناك هذا كل استعمال معهلش الاسطارات ولا اي حاجة زي ما تشوف الآن اتعرض طلع عدة قضايا قضايا من دبابات من هوزرات يعني تعتبر الان البيت يعني شابه منتهي في الاركان حق الدورة الثالث الدورة الثاني الدورة الاول قضيفة حق الدبابة قضيفة حق هاوين والملحق هذا اللي هنا كله قضايا فعلا حق دبابة وحق هزرات وحق سواريخ اصلاح المواطن بعيش ومأكلوا وبيتوا وكلش كلش عوضوا مالذيش عوضوا بيسر بيسر وذا رجعت اشتغل انا عاكل معانا قليل بيخبوب ذهب بيكين ووصلوا احنا معرفنا لانا يجسر على نقفل ولا عرفنا اعمل شي هذا المسيرة القرآنية اللي تقاس تضربنا بهين من سفتين ولاسي دي امالاين لذيك الله خير الله اهديك الله اهديك الله اهدينا اهديكم هذا المسيرة القرآنية اللي قاس تنتظنا به وهذين هذي هدية هذي هدية لذي كنا نهيه هذي اللي قالك استحرر هذي تسقط القرآن سقطك القرآن الله 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 اكبر الله اكبر الله اهديك الله انه مش الحوثيين انا كنت طارح اللوم على من كان عندنا هنا عشنا معه عشرين سنة علي عبدالله صالح ابتدان باحمد وختاما بست بنات من اولادي تعز وعشنا معه قلبا وقالبا وكان دايما يصطبح بالحوبان بالمعسكر كل صباحه عندنا في الاذاعة وهو قائد تعز واخيرا طلع رئيسه ما زال سارع كاية انا لم قلت له يا سيادة الرئيس فعلت مقابلة بالحدث حرام عليك تعز حبيتك من كل قلبه ومنحتك كل شيء هل تصدق انهم طلعوا لداخل صنعاء حافيين يتظاهرون عندما رشحوا رئيس ولا قد نسيتم ما ينسيهش واحد هذه ناحية ما ذنبنا تقتلوا اطفالنا تقتلوا نسائنا تخربوا بيوتنا خربتهم مدارسنا خربتهم مساقدنا تعز ما تحملش هذا كله الان اصبعت تعز قمامة فما رأيكم بعد ثلاث اربع ايام من حق الحديث ضربوا بيتي لكن للأسف بيتي مضربت واحد بعدان قنبي ضربوني من الحوبان متجال يا رسالة كذلك هي اذاعة تعز لم يبق من مقدرات بناها التحتية شيء نهب منها ما نهب ودمر ما دمر وهذا هو المعهود دائما في كل منطقة ومرفق مرت من خلاله آلة التدمير الميليشياوية في مدينة تعز والشاهد هنا ان اذاعة تعز فقدت الكثير وعودتها الى الواجهة وبالصورة التي كانت عليها يحتاج الى تكلفة باهظة جدا لما وصلت هناك وشفت الإذاعة ما سكيت وش أتكلم هم كانوا خايفين علي فعلوا معي لقاء بالحوش وكانوا خايفين علي من السلال أنا ذكيت لما شفت الإذاعة تحت مش هنا الإذاعة تحت الاستيديوهات وكنت شرح لهم هذا كان كذا وهذا كان كذا وهذا كان كذا وكنت بكين قلت لهم دخلت من هذا المكان وخرقت من هذا المكان ووقعت الرسالة لعلي عبد الله صلح ما سكيتوش بعدين الآن الحمد الله قاني متعافي واتكلم معاك لكن ما سكيتوش لأنه ايش اني بقول لك حاجة واحدة فيه أمل أملنا بالله كبير مش بالإنسان أملنا بالله كبير وإن شاء الله نتحرر منهم ومن أتباعهم الآن تحتاج الان بنية تاتية كاملة يعني الان لا معنى مكسرات لا معنى كمبيوترات ولا في حاجة في مجموعة من شروات الريل احتفظنا بهم او اخذناهم بعد مشاورات من المعهد القومي من المعهد من المقاومة كانت موجودة مع المقاومة في المعهد الوطني اخذنا بحدود ثلاثة وربعة كراتين في حدود مائتين أو ألفين أو ثلاثة ألف شريف حذر يستطعنا أننا نأخذهم وبرغ منهم بحالة رديئة إذاعة التعز تحتاج إلى تجهيز من الصفر إنشاء من الصفر من مباني وأثاث وأجهزة يعني مرحلة تأثيث من الصفر مثلما إنشئت بفترة الستينات هذه إذاعة التعز وهذه نهايته هذه إذاعة المقد والتاريخ تعز مش حق حرب بكل صراحة تعز سلم وتعز حب وتعز وعي وثقافة نحن مش حق حرب موسيقى ولد تدمير الميليشيا الإنقلابية لإذاعة تعز موجة إعلامية أوسع ربما تفوقها مئة مرة هذا ما لم تدركه ولم تحسب له الحسبان وربما تناست بأنها في مدينة زادها إعلام ومشربها ثقافة موسيقى 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 اشتركوا في القناة